دكتور أنس، هذه الاتصالات، هذه المشاعر جراء ما يحدث في غزة وشعور بالعجز وبالضعف وقد يصل بالإنسان إليأس أحد المتصلين قال فكرت في الانتحار هذه المشاعر كيف نتعامل معها ونواجهها في ظل ما يحدث الآن في غزة بداية أحييك وأحيي جميع المجاهدين الصادقين أبطال غزة وجميع الصامدين من المسلمين في كل أرجاء العالم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أحيي جميع أحرار العالم من الرافضين للظلم على إخواننا في غزة من غير المسلمين وأقول لهم سلاموا على من يتبعهم أخي إحنا يجب أن نستخضر في هذه الأيام وفي هذه الهجمات الشرسة التي يتعرض لها إخواننا أنه إحنا يجب أن نستخضر دورنا العالمي الذي قتل ومات ويحاولون أن يقتلوه ويميتوه هو يلابد من إعادة تعريف الصراع أولاً لنستلهب مشاعر العزة والقوة والأنفة وأن لا تأخذنا في الله لو مثلائم وأن لا نستسلم ويتسلل إلينا مثل هذه المشاعر عند الأخينا الكريم بأنه ينتحر لما ينتحر ونحن دعوة للإسلام والاستسلام للواحد الديان لما ينتحر ونحن قوم بما فيهم إخواننا في غزة تعثنا الله لنخرج الناس كل الناس بما نستطيعه من عبادة العباد ومنظومات الرأسمالية الفاجرة التي تفعل ما تفعله في غزة هذه الأنظمة الظالمة وذيولها إلى عبادة رب العباد من عبادة الناس الظلمة هؤلاء لعبادة رب الناس لما ننتحر ليش ينتحر أخونا والإسلام جاء ليخرج الناس من جور وظلم الأديان اللي حرفها أهلها من النسطانية واليهودية بالنسح المحرفة هذه التي يفتكون بها في إخواننا إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا وتقلباتها ومعاناتها وآلامها هاي كلياتها لنخرجهم لفهم حقيقة الدنيا والآخرة نحن قوم مبتعثين لنخرج الناس من كل هذا يدخل الجنة التي ما فيها لا ألم ولا الظلم ولا صهيونية ولا أمريكا وخلفاء وإنما الله العدل الكريم أخي الكريم أيضاً لابد أن الإنسان يتفكر ويتوقف مع نقطة مهمة جداً الثقافة العالمية المعاصلة الآن أفهمت الإنسان أنه مخلوق للاستمتاع والاستهلاك أفهمت أنه هو مخلوق مخلوق يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا وربنا رب العزيز في سورة الروم ذم الكفار بأنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا الحياة الدنيا أخي إلها ظاهر وإلها حقيقة ظاهر الحياة الدنيا استمتاع ظهرهم يأكل ويتمتع وأمور الرزق والتجارة والأكل والاستمتاع والزواج والإنبساط أما في حقيقة حقيقة الدنيا لما يعقلها أي واحد فينا بيطير منه الياس لأن حقيقة الدنيا هي دار ابتلاء واختبار لنقوم بالهدف الذي خلقنا من أجله الدنيا ليس مخلوقة لاستمتاع حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لأن هناك أخبار عاجلة سنقرأها سريعاً بيان مشترك لثمانية عشر وكالة أممية تقول أن ثلاثين يوم مرت وطفح الكيل ويجب وقف إطلاق النار فوراً في غزة وقالت أن عمليات القتل المروعة للمدنيين في غزة والحرمان من الغذاء والماء والوقود أمر يثير الغضب أيضاً في البيان من غير المقبول محاصرة الشعب غزة بأكمله وتعرضه للقصف في المنازل والملاجئ والمستشفيات ودور العبادة وفي البيان أكد على أنه منذ السابع من أكتوبر سجلنا أكبر عدد من القتلى لموظفي الأمم المتحدة في صراع واحد على الإطلاق ويجدد في البيان تجدد الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والرهائن المدنيين في هذا البيان ويجب إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة بشكل آمن وسريع على نحو كاف إذن هذا هو البيان المشترك الذي أكد أيضاً أن هناك أكثر من مئة هجوم تعرضت لها المرافق الصحية في قطاع غزة منذ بدء الحرب هذا البيان مشترك لـ 18 وكالة أممية هذا البيان خرج الآن يتحدث عن الحرب في غزة وما تعرض إليه أهل غزة وما تعرض لأماكن المتعلقة بوكالة الأنروا وغيرها بالعودة لك دكتور أنس ربما كنت تتحدث عن فكرة أن مفهومنا للدنيا لكن الآن الناس ينظرون إلى ما يحدث في غزة ويجدون هذا القتل المستمر والمستشري بين إخواننا هناك بين الأطفال بين الأمهات ويجلس الإنسان منا ويشعر بالعجز أنه لا يستطيع أن يفعل لهم شيء هو يرى في رأيي أنه يجب أن يذهب إلى هناك ليناصرهم وأن يقف بجوارهم لكنه لا يملك ذلك يقف عوائق كثيرة أمامه فيستشعر بالعجز وبالضعف وبالوهم وقد يصل الأمر إلى شعور باليأس كيف نتعامل مع هذه المشاعر ونواجهه؟ نعم نعم أستأنف لأن النقطة متعلقة جدا كنا نقول أن رب العز يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذه طبيعة الدنيا ولقد فتننا الذين من قبلها يا إخواننا يا جميع من يسمعني الله سبحانه وتعالى يعرضنا لهذه الفتن ليش؟ فليعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين هذا اختبارنا وهذا الشعور الذي في داخل كل واحد فينا من حبه لنصرته لإخوانه هذا شعور عظيم جدا جدا وكما تحدثت أخي أنه في موانع وأوائق تمنعنا من نصرتهم المباشرة ولكن ومع كل هذا إذا الإنسان أعاد تركيب نظارة حقيقة الدنيا بين اختبار وابتلاء بالشر والخير لا منظارة الظاهر التي هي فقط استمتاع واستهلاك ربما هذه النقطة النقطة الثانية لا بد أن الإخواني المشاهدين نتذكر الحملة الصليبية التي صارت في سنة 492 هجري التي صارت في بيت المقدس قتل فيها يا إخواني سبعين ألف سبعين ألف مسلم من علمائها وعبادها وزهادها قتلوا ولم يكسر الإسلام قتلوا وكان في كثير يعني يريد أن يحرر الأقصى والقدس وفلسطين ولكن كان في ذلك الوقت استمر يعني إلى فترة إلى أن عاد ولم تكسر الأمة ولم تنهزم ولم تقع صلاح الدين الأيوبي ولد في ظل احتلال ولكنه استطاع أن يقوم لأنه أخذ بمجموع أسباب ربما سنتحدث عنها بشكل سريع جدا طيب خلينا نحن ندخل في موضوع اليأس أخي شو رأيك ندخل في موضوع اليأس تفضل دكتور أنه سواء هذا هو السؤال فاكرة أن الناس ستشعر باليأس في عدم مناصرتها الإخوانية فكيف نواجه هذا اليأس نعم اليأس هو عوار عن ظن كاذب بيسيطر على الإنسان فبشل فعليته وحركته وعمله بيجعله يفقد الأمل والإنسان إذا فقد الأمل الذي هو محرك للإنسان الذي يعمل إذا الإنسان فقد هذا الأمل يتوقف عن عمل ما يستطيعه لذلك الأمل هذا محرك للإنسان وبيأتي غادة من قبل ما يفعل أي فعل يتوقع نفعه أو بيعمل هذا الفعل عشان نفسه أو يتمنى أو يتوقع أن يزول به الضرب فالمؤمن القوي ما في مجال عنده لليأس ليش؟ كيف يوجه هاي المشاعر؟ أولاً إحنا متوقعين لمنافع كثيرة تجعل أملنا دائماً قوي جداً ليش؟ لأنه سأخذها على شكل نقاط النقطة الأولى هو موقن بأن دينه وقضيته ستنتصر يقيناً والله لا يتمنى الله هذا الأمر الرسول يقول والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الحضر لا يخشى إلا الله وذيب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون فأول نقطة بتجيب اليأس وبتجيب الاكتشاؤم وبتجيب فقدان الأمل هي الاستعجال للنصر هاي النقطة الأولى النقطة الثانية المسلم لا يشترط أن ينتصر في الدنيا لا يشترط أن نجيلنا يشوف هذا النصر لكن أنت كل واحد يكون أحد أسباب النصر كما سنقضي بعد قليل وفصل إن شاء الله فيها النقطة فأحنا لا يشترط أن نرى النصر إحنا ممكنين بنصر قضيتنا الشغل الثاني أنه لا يشترط أنك تنتصر ربنا بكل رسول صلى الله عليه وسلم فما نرينك بعض الذين عدهم من عذابهم يعني أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فهذه النقطة الثانية النقطة الثالثة يا إخواني استشعروا تماما أنه أي واحد من إخوانكم في غزة يقتل دون أن يرى النصر فله الأجر كامل وهو مستحضر أنه ما عند الله خير وأبقى أما إخواننا المجاهدين إذا ربنا نصرهم وذكروا هذه النقطة هم لهم النصر في الدنيا وإلهم ثلث الأجر في الآخرة فاللي ما بيشوف النصر إله الأجر الكامل اللي بيشوف النصر إله النصر في الدنيا وبيفرح فيه وإله ثلث الأجر في الآخرة زائد نقطة أخرى كيف نفقد الأمل وإحنا اللي يقتل منا اللي يقتل منا هذا أعظم خير إله هو أولا شهيد هو ثانيا فرح بما أعطاه الله هو حي عند الله هو يغفر له بأول قطر الدم هو ينجو من فتنة القبر هو يشفع في سبعين من أهله الصحابي الجليل لما طعن في ظهره قال فست ورب الكعبة هذا مفهومنا نحن مفهوم مختلف لذلك بدأت من نظارة دنيويا يا إخواني كل اللي بتشوفه من الأطفال والأشلاء وكل الكبار والصغار اللي يقتله لا سعد قرصة الرسول يقول لا سعد قرصة لا يشعر فيها فما تخاف عليهم هم يخرويا في خير أظيم جدا جدا ودنيويا لسعد قرصة طيب لكن دكتور أنس استخدروا أن هذه بداية شرارة النصر لكن دكتور أنس يعني ما تقول شيء جيد أنا أحكي لك يعني هذه المفهوم لابد أن تكون في ذهن الإنسان وهو يشاهد هذه المشاهد لكن هذه المشاهد مفزعة فكرة شعور بالعجز أنا لا أصيع أن أفعل شيء لأن في مخيالتي أن مناصرة هؤلاء أن أذهب وأن أكون بجوارهم بين فكرة العجل وبين أن أكون معهم هل هناك مساحة من العمل يصع الإنسان أن يقوم بها فيؤدي ما عليه وفي نفس الوقت يعني يكون نصر إخوانه هناك في غزة وفي فلسطين نعم نعم هناك مساحات كبيرة جدا 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 دعني أضرب لك أمثلة يعني كل إنسان فينا يربي أبناؤه على مفاهيم سورة الفاتحة سراطة الذين أنا عم تعليم اللي نطلب من ربنا سراطة الذين أنا عم تعليم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللي يربي أولاده أنه يكون هو مستحضر لقضية أنه إحنا هدفنا إرضاء الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا غير المغضوب عليهم اللي هم بيعلموا ما بيعملوا زي اليهود فأولا أنه رب أولادنا أنهم ما يتشبهوا باليهود ولا بالنصارى ولا بالتأفين هذا نصر للقضية اللي بدرس جغرافيا ووطنية هاي المواد الموجودة في موادنا بيستطيع أنه يقوم بدور أنه يعيد رسم الخارطة الإسلامية ويقولهم أنه هذا التقسيم هو تقسيم الاحتلال لنا هذه البلدان المفرقة نحن بلد واحد وأمة واحدة اللي بدرس عقيدة إسلامية يدرس أنه هذه قضية الأقصى وقدسة وفلسطين قضية إسلامية اللي بدرس أبناؤه وأطفاله وفي الجامعات حقوق يبين لهم أنه هذه المنظومة الحقوقية الغربية تساقطت وبان خللها وعورها وأنه هذا الكيب يميكيالين هذا اللي بدرس الحقوق والفقوقيين اللي بدرس الهندسات وهذه الأشياء يربي أبناؤه أنه أنه إذا أردت بشرارة اللي بدأها إخواننا في غزة هذه شرارات النصر طبعاً نحن متفاعلين لكن ليس تفاعل لكل مرحلة تفاعلها الناضج العاقل فهم بدأوا الشرارة في صورة بدأت نراها لا أخي أظن لا أنا ولا أنت كنا نتخيل في جيلنا نرى صور من ما نرى الآن ما تنشره قناتكم من عز ونصر صغير أو مجموعات من الصور التي تبث العزة فيستحضر من يدرس أبناؤه الهندسات كلها أنه يعد القوة وعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ليساهموا في الصناعات التي تقوي وتعيد الأمة أخي للنصر شروط وأسباب وموانع من أكبر موانع النصر أيضاً يستحضر كل الإخوة لكلاش أربعجز الذي يعني في بنك ربا ويوضع أمواله أو يأخذ الربا أو يعمل في الربا هذا يمنع النصر فيتوقف عن الربا نصرة لإخوانه المثلين والمغنين وهو الذين يشاركوا في تتفيه الجيل يشاركوا في أنهم يتوقفوا عن هذا هذا أيضاً متاح جداً كل من يساهم في إيذاء المسلمين بأي نقطة من النقاط كل مسؤول ظالم يتوقف عن ظلمه على من تحت رأيته هذا مع الوقت يتتجمع هذه النقاط وهذه التي تتحول لسيل وأشلال كبير بإذن الله عذر الدكتور أنس لأنه خبر عاجل أريد أن أقرأه الخبر عاجل الجيش الإسرائيلي يقول أن أحد جنوده قتل في معارك شمال غزة ليرتفع العدد المعلن للقتل العسكريين من الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر إلى 348 قتيلاً من الجنود جنود الاحتلال الإسرائيلي طيب دكتور أنس كنت أريد أن أسألك في الفترة السابقة عدد من الفيديوهات لكثير من المؤثرين الغربيين بدأوا يتحدثون على أن الصور التي خرجت من غزة تتحدث بثبات يقولون الحمد لله رغم أن رضيعها خرج من تحت الأنقاض شهيداً تقول الحمد لله والأب الذي فقد أبنائه يقول الحمد لله هذه الفيديوهات جعلت كثير من المؤثرين الغربيين يسألون عن السبب وراء هذا الثبات قيل لهم أنه القرآن فبدأوا يقرؤون القرآن لدرجة أن إحدهن قالت يبدو أنني في النهاية سأسلم وسأكون من المسلمات يعني ما رأيك في هذه الظاهرة الموجودة الآن على المواقع التواصل خاصة على البرامج التفاعلية نعم أخي هذا درس من سميه درس عملي من إخواننا في غزة درس عملي في العقيدة والقرآن وفهم القرآن فهم حقيقة أنه لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه إخواننا في غزة ضربوا درس عملي وليس نظري في العقيدة ضربوا مثال عملي ناصع بينهم هم مستحضرين ويفهمون جيدا ما معنى الحياة الدنيا قبل قليل كنت نحكي في حقيقة وفي ظاهر في حقيقة الدنيا هم معاقلين لحقيقة الدنيا فهم يعلموا أن ما يصيبهم يقينا لخير فهذا سبحان الله دائما الدرس العملي يؤثر أكثر بكثير جدا جدا من الدرس النظري وهم جمعوا بين النظري والعمل بما يستطيعون فلذلك العالم كل متشوف ومتشوق لأن يرى نموذج يقول ويفعل نموذج يعتقد الإسلام يفهم القضاء والقدر يفهم البلاء ثم يحمض الله رغم كل هذا لأنه عاقل لحقيقة وهم أدركوا أظن هؤلاء الغربيين أدركوا أن هناك أمر مختلف إذا أردنا أن نقيس الأمر بالمفاهيم المادية ومفهوم الاستمتاع والذي هم ربوا عليه غير مفهوم فيبدو أنه الله أعلم يعني لفت انتباههم جدا أنه كل هذا الذي يحصلوا مع ذلك هم عاكلين لحقيقة حقيقة الدنيا طيب دكتور أنس يعني الآن نواجه بعض الأزمات يعني منها فكرة أن كثير من الأباء والأمهات يريدون أن يدلوا أبناءهم على ما يحدث في غزة لكن الصور التي تخرج الفيديوهات التي تخرج بقثث متناثرة الأشلاء وهذه الصور الفضيعة نسمع أن هذه الصور لا ينبغي أن يراها الأطفال في صن صغير حتى لا يؤذون أنفسهم فكيف السبيل إلى أن نعلم أبناءنا عن هذه القضية وعن بشاعة ووحشية قوات الإحتالي الإسرائيلي ومن نفس الوقت أن نحفظ لهم نفسيته نعم رب العزي يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به يعني الأمور لمثل الأخبار أمن أو خوف أذاع به نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالشاهد أن الأصل لا ينشر ما فيه تهبيط للمعنويات وجرعات ثقيلة عالية تشل إرادة الإنسان تشعر بالغيظ والإحواط والأطفال طبعا هم أكثر يعني أكثر حساسية لذلك الأصل أن الربط بالقضية يكون عن طريق ربطها بقضية صراط الذين أنعمت عليهم أنه ونقرأ الفاتحة اللي نصلي فيها دائما هو الذين أنعم الله عليهم هم كل أتباع الأنبياء أتباع موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم فالبداية هي ببيان هذا أولا فبيان هذا المعنى معنى الذين أنعمت عليهم القضية الأخرى هو ربطهم بخلين شروط الإسلام ونواقد الإسلام فهم فهم الإسلام حقيقي لا بد من عود لفهم الإسلام بشكل أقوى منه فهم شروط وفهم نواقد التعامل معه كعلم يحترم ويطلب القضية الثالثة تغيير القدوات أنا لست محتاجة لأري كمية كبيرة من الأشلاء ويربطه تغيير القدوات أحب بدل ما يكون كليان بامبي يصير قدويته أبو عبيدة وحكي له من أبو عبيدة وشو تاريخه قدويته الضيف محمد الضيف قدويته الرنتيسي قدويته أحمد ياسين تغيير القدوات بدل كريستيانو وميسي وإلى آخره أربط أي مادة بنتعلمها وأي تخصص بأنه ماذا سينفع إخوانك المسلمين لو أنت في كونت في تخصص قوي شو كنت ممكن تصنع وتكون جاهز الحماية أيضا لجيلنا والأبنائنا من الإعلام الضار الهابط التافه هذا كله يحفظ طاقته وإرادته من أجل أنه أنا أغذيه وأربيه على هذه المغاناة أخليه أعتزم لغته العربية وأدرس فيها ما استطعت من العلوم لأنها هي مدخل الثقافة والخضارة والتاريخ مدخل الدخول صلاح الدين وقادم الوليد وقادة الأمة وقدز وكل قادة الأمة هذول اعتزاز بلغته مقاطعة المدارس الأمريكية والبريطانية قدر المستطاع قدر المستطاع من دون مبالغة بحكمة كلهم حسبه لكي يعلم أنه هنا في ربط في القضية أنا ما أدرس مناهج هؤلاء اللي بيعملوا ما يفعلوا بإخواني مقاطعة منتجاتهم أيضا هذا كله يعني زي ما اتفعنا الدرس العامل أقوى بكثير من الدرس النظري لما يجي يبدو يشتري شيء من السوبر ماركت من البقالة تقولوا لا لا تشتري ليش؟ لأنه عدوا اللي بيدعموا اليهود هذا بيغرس عدم التشبه في الكفار بإعيادهم ومناسباتهم والكراسماس والشعنين هذا كله يأتيه بيبني هوية وعزة فهذا كله يأتيه وقدر بسيط من الأخبار اللي فيها حجم من الدمار وبعض القتلى دون مبالغات هذا جيد جدا ليش؟ لأنه هذا بيعمل عند الإنسان خوف متوسط أو قلق باعث على عمل جيد لكن إذا زدنا العيار المشاهدات ربما خليه يكون مذعور خائف زيادة عن اللزوم فطهبط همته وما يستطيع يطبق كل ما قيل إحنا كلها نأخي بنعرف أنه في بني قريضة لما غدروا في معركة الأحزاب رسول صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة وصروا أنه لم ينقضوا العهد فأشيعوا في الناس وإذا علمت أنه منقضوا العهد فلا تشيعوا ليس الأصل أشيء أنا أخبار الهزائم إلا بقدر محدد معين الرسول هو ينقل أحداث مؤتة اللي عم يقتل فيها سيدنا جعفر ويقطع رسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول حمل الراية زيد ثم جعفر عبد الله قتل فقط أو أصيب حتى كان الرسول يقول لم يقل له نقطع ومزق فلا ننشر الوهن فينا لكي تبقى عزيمتنا وهمتنا محفوظة بإذن الله لنعمل ما نستطيع من ما قيل ويقوله كثير من المصلحين لنساهم ونكون جزء من شروط إعادة أمتنا لعزتها وقوتها ونصرتنا لإخوانا في غزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصر مؤذر ويرسقهم الثبات والصمود آمين ونسأل الله أن يسامحنا وأن نكون معذورين وهذه قاعدة أخي يمكن أخدم فيها قاعدة مهمة جدا وهو عدم القدرة عشان أيحد في داخله يشعر بالإثم من جواه ويغلي صدره إن عدم القدرة لكثير من العوامل نعرف كثير منها إحنا على أن ينصر إخواني بشكل مباشر هذا يجعل الواجب علي هذا يسقط عليه التكليف والوجوب الشري بحسب منعي وعدم قدرتي ولكن يجب علي أن أفعل ما أستطيعه وأن أأخذ بالأسباب والشروط التي تزيل هذه الموانع التي تمنعنا إحنا أصلا من أن ننصره وهذا يريد نفس طويل يريد تخطيط استراتيجي يريد مشاريع تبني الأسرة وتبني الفرد وتبني المناهج مشاريع طويلة وليست مشاريع قصيرة لخضية بردات فعل مؤقت أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أنس الشيخ كريم المتخصص النفس والشرع على وجودك معنا شكرا جزيلا لك